نكمل الأعدد من ثلاث إلى عشرة نقرأ الأمثلة رتب المعلم ثلاثة زيارات إلى مصنع الأدوية اشترك خمسة طلاب في مسابقة أوائل المطالعين قرأت عشرة قصص عن الإختراعات نأتي إلى المثال الأول المثال الأول ثلاث زيارات لماذا كتب العدد ثلاث بهذه الطريقة؟ أولاً أنظر إلى المعدود كما تحدثنا قبل قليل أن الذي يحدد كتابة العدد سواء بالتذكير أو التأنيث هو المعدود إذن العدد يعتمد على المعدود زيارات أقول هذه زيارات أو هذه زيارة هذه إذن مؤنث العدد هنا عفواً المعدود مؤنث ناحذ كتب العدد مذكر لا يوجد فيه تأنيث أو تأ مربوطة إذن ماذا أستنتج؟ أستنتج أن العدد من ثلاث إلى عشرة يخالف معدوده في التذكير والتأنيث بمعنى أنه إذا كان العدد هنا العدد هنا المعدود وقلنا أن تتابة العدد تعتمد على المعدود إذا كان المعدود مذكر فالعدد مؤنث وإذا كان المعدود مؤنث العدد مذكر عكس الأعداد من واحد إلى اثنان المثال الثاني اشترك خمسة طلاب طلاب هنا مذكر إذن خمسة يجب أن تكون مؤنث أضع لها فقط تاء التأنيث فقط تاء المربوطة قرأت عشرة قصص قصص هنا مؤنث إذن العدد يجب أن يكون مذكر خالي من التاء المربوطة وهكذا إذن أستنتج أن الأعداد من واحد العدد واحد واثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيث ويأتي العدد ويأتي العدد بعد المعدود كما لاحظنا في المثال اشتريت علبة واحدة هنا المعدود وهنا العدد إذن ويأتي العدد بعد المعدود ويعرب العدد العدد له واحد أو اثنان دائما نعت دائما يكون نعت أما الأعداد من ثلاث إلى عشرة يخالف المعدود في التذكير والتأنيث وأين يأتي ويأتي العدد بعد أم قبل قبل المعدود ويأتي العدد قبل المعدود كما لاحظنا في الأمثلة ثلاث زيارات خمسة طلاب عشر قصص ويعرب ماذا يعرب نعم يعرب مضاف إليه مجرور دائما ويكون جمع مجرور مضاف إليه مجرور هذا كان شرح درس العدد ترجمة نانسي قنقر